السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخواني وأخواتي يسعدنا في قناة تكم هذه أن الصديق اليوم الباحث محمد دعاس ليحدثنا عن قطرة باقي الكرأة ويجيب على بعض الأسئلة وردتنا في القناة فإن شاء الله إنا بمستفيد وفيدنا مرحبا فيك أخي محمد دعاس تحياتي أهلا وسهلا دكتور علي حياكم الله شكرا للاستضافة بارك الله فيه وأردتنا أسئلة كثير حول موضوع الكمأة في أعراض تظهر على الإنسان أعراض معينة يكون يعارف أنه سيجيب التفارك أو ما يجيبه في أي أعراض إلى هذا الذي يجي نعم الأعراض في البداية تبدأ ضبابية في الرؤية تبدأ الضبابية في الرؤية عندما خاصة عند الاستيقاظ من النوم يشعر بك أنه شيء يعني ضباب أمامه في ضبابية في الرؤية وتتدرج ضبابية إلى أن يفقد الإنسان البصر بشكل نهائي ويضطر إلى إزالة الكريستالين أو العدسة الربانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى يضطر إلى اللجوء إلى الطبيب لاستئصال هذه العدسة وتركيب عدسة زجاجية أو كريستالين ما هي المحاذير من العمل الجراحي وما هي البدائل يعني الناس بدأ حل اللي عارف مثلاً عنده ضبابية في العين عنده ضعف مثلاً أنا على نسبين المثال لما أكون على الزوم وشكاتص صغير هذا صعب أني أقرأ وي لازم أن نبس النبارة الغير عن هيخ أنا ما عندي مشكلة فشو البدائل والحل للناس فضلاً الحقيقة من خلال أبحاثنا لمدة 18 عام ومن خلال أبحاثنا في المرحلة الأبحاث السريرية الأولية على الحيوانات قبل أن ندخل بالأبحاث السريرية على البشر أثبتت الدراسات أن قطرة مال كما تعالد جميع الأمراض العينية ومن ضمنها الكترك تزيل ترسبات على سطح العدسة ومن ثم تعيد شفافية العدسة من خلال تنظيم الخلط الزجاجي تعيد اللزوجة الكافية للخلط الزجاجي ويعود تعود الأحماض الآمنية إلى تكوينها الربان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن خلق صنع الصانع تعود الحموض الآمنية بترابط من 1 إلى 17 بشكل منتظم وتعود تغذية العدسة بشكل منتظم تعود العدسة تستطيع امتصاص غذائها من الحموض الآمنية ومن الفيتامينات ومن ما تحتاجه من إلى الخلط معلش عشان نجاوب الناس ونقولهم وين يلقوها هاي وشو اسمها وكيف يشتغوها اللي بده يجربها اللي بده يسأل عنها اللي بده يقرأ البحوش في سؤال أكيد رح يفطر على بال الكثيرين هل هي في متناول الجميع يعني سعرها مش مرتفع ولا يعني شوية معلومات نعم نعم دكتور هي في متناول الجميع لا توجد الآن عندنا بعض الوكلاء المحصورين بكميات بسيطة لأنه لا استطيع أن أغطي حاجة العالم كله ولكن من خلال موقعنا على الانترنت متجرنا على الانترنت نستطيع الحمد لله أن نغطي كثير من المحتاجين وإن شاء الله سنسعى مستقبل أن نسأى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيادة الانتاج حتى يكون لدينا كميات تكفي إن شاء الله العالم كله وهنا أريد أن أذكر شغلة دقيقة جدا ومهمة جدا لربما نحن رخصنا دواء أنا أعمل في تحت الشمس لا أشتغل في الظل لا أشتغل في الظلام أشتغل تحت نور الشمس وتحت نور الله عز وجل الدواء تم ترخيصه للاستعمال البيطري منذ سنتين ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رخصه للاستعمال البيطري والبشري من 1450 سنة يأتينا بعض الناس بأسئلة متى سيرقص للبشر نحن لا فرق بين عين الأرنب وعين القط وعين الكلب وعين البني آدم لا فرق نفس العين وحدد الحيوانات اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد أثهديات بشكل عام أثهديات نفس العيون ونفس الأمراض التي تصيب الإنسان تصيب الحيوانات نفسها سبحان الله حتى الحيوانات المصابة بيداء السكري تصاب في الاعتلال الشبكية وتنكس البقية ونزيف في الخلفية الشبكية هذه مواضيع أخرى سنعود إلها إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى كتبنا لقاء معكم مرة أخرى إن شاء الله سنستفيد بهذه الأمور الثانية أما بالنسبة للكترك بكل ثقة وبكل يقين لدينا حتى أطباء عيون في روماني أطباء عيون لديهم كترك وتم علاجهم وكتبوا ذلك مع الأسف يا أخي دكتور علي مع الأسف أتمنى من الجميع أن يدخل إلى الويب سايت إلى الموقع تبعنا ويدخل ويرى ريفيو تبع الناس هل توجد درجة أو هل أعطونا أقل من خمس نجوم هل حدا منهم قال أنا استعملت الدواء ولم أستفد رغم أنه كل الريديو الموجودة على الموقع تبعنا تقريبا أن الآن في أكثر من ثمانة وثلاثين ريفيو على الويب سايت ولكن عندنا مئات ريفيو على الإيميلات وعلى الواتساب أما ثمانة وثلاثين ريفيو الموجودين على الويب سايت تحتوي إلى أكثر من عشرين مرض من أمراض العيون وهنا المعجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة سبحان الله حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكمة من المن وماءها شفاء للعين فأنا أقدر وأثمن المتابعيك وجدت أنه أكثرهم ما شاء الله عليهم متعلمين متقفين فاهمين يريدون أن يتقفوا كثيرا من خلال الأمور الطبيعية والأمور أنه يبتعدوا عن العمل الجراحي يبتعدوا عن الأدوية الكيميائية عن الأدوية السينتاتيك اللي هي فيها مضرة وليس فيها منفعة نعم فأقول أسأل سؤال لجميع المتابعين والمتابعات كيف وردت كلمة شفاء في الحديث النبو الشريف الكمأة من المن وماءها شفاء للعين كلمة شفاء وردت نكرة والنكرة تعني العموم لما بعدها أي أن في هذا الدواء أو في ماء الكمأة شفاء لجميع أمراض العيون أليست كتركت مرض وهي مرض من أمراض العيون من أكثر الأمراض شيوعا ومن أكثرها يعني إزعاجا طبعا لا تكون هي في السبب لأولا أن يجرى لها حاليا عمل جراحي ولكن يمكن للمصاب في الكترك أن يستغني عن العمل الجراحي بكل سهولة وكل أمان وبكل وبنتائج مضمونة بإذن الله باستعمال ماء الكمأة يعلم الله سبحانه وتعالى أنه عملت هذا العمل كي يكون كي نثبت للعالم ما قال هو سيدنا ربنا عز وجل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإن شاء الله أكون أنا حققت بالعلم والمعرفة والبحث العلمي لأن أمرنا أن نخاطب الناس بالعلم والمعرفة لأن أول كلمة أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ فنحن إن شاء الله سنكون من القارئين سنكون من العاملين وسنكون من الباحثين سنحقق كلمة جملة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالم بأجمعه وسنقول للعالم هذا هو نبينا محمد ارفعوا رؤوسكم يا أبناء هذه الأمة ارفعوا رؤوسكم عاليا دينكم عظيم ونبيكم عظيم وأخلاقكم عظيمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم خير هذا العمل إلى جميع عنحاء الدنيا وأكيد وأكيد لك دكتور أنا لن أقطف ثمار ما عمل ولكني أستودع أستودع ما عمل عند الله سبحانه وتعالى يعني شو هي شو هي الفترات هاي في ناس ما سمعت فيها نهائي ما تعرفها المياه البيضاء في ناس تعرفها في ناس ما تعرفها في ناس ما تعرفها في ناس ما تعرفها هي تعطينا نبدة بسيطة عن الفترات أو الماء الأبيض أو الخميز كما تسمى الحقيقة دكتور علي المياه البيضاء هي الأكثر الأمراض شيوعا في العالم تصيب أكثر من 70 إلى 75% من سكان المعمورة من حيوانات أليفة إلى حيوانات الثديات إلى البشر تصيب 70 أكثر من 70% وتتكون المياه البيضاء حيث ما يلي لما خلق الله سبحانه وتعالى العين خلقها في أحسن تقويل وخلق هذه العدسة اللي هي الكريستالين شفافة ونقية بحيث يخترقها الضوء بشكل متناسق بشكل نقي وينتقل الضوء من خلال العدسة إلى الشبكية ومن الشبكية إلى العصب البصري إلى الدماغ كي يحدد الدماغ ماذا يرى الإنسان فهي العدسة بتكوينها الطبيعي صنع الصانع الخالق هو الله سبحانه وتعالى ولكن ممكن أن تصيب حتى حتى حديثي الولادة أطفال ممكن في حالات تصيب حديثي الولادة وممكن أن يصاب الإنسان من خلال ضربة أو كتمة أو إصابة بجسم غريب يصطدم بالعين ممكن تتكون الكاتاركت الكاتاركت اسمها في اللاتينية كاتاركت والإنجليزي اسمها العامة باللغة العامية المياه البيضة ويقالها الساد وعتامت العدسة أما الذين تصيبهم أ اعتامت العدسة ما بعد الـ 45 و 50 عام منهم لا يصابوا إلا بالـ 60 عام منهم بالـ 70 عام منهم بالـ 80 عام منهم لا يصابوا نهائيا وهذا طبعا على حسب يتعلق حسب رعاية الإنسان في عيونه حسب الغذاء تبعه الغذاء مهم جدا جدا بالنسبة لإصابات العين فالعدسة هي الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي يأخذ ذاؤه من خلال المياه اللازجة المياه اللازجة تكون لزوجتها بدرجة محددة جيدة يعني كثافتها بكثافة عالية لزوجتها عالية عندما يكون الإنسان في عمر الشباب وقبل الإصابة في الكترك مع تقدم العمر تتحول الخلط الزجاجي يتحول إلى لزوجة أقل عندما يتحول إلى لزوجة أقل فعندما ينقل المواد الغذائية وأهم مادة غذائية للعدسة هي الحموض الآمينية الحموض الآمينية عبارة عن 17 حموض آميني مترابطة بشكل سبحان الله بشكل منظم من رقم واحد إلى رقم 17 بعد التقدم في العمر وبعض الأخطاء التي يرتكبها الإنسان من خلال غذاءه من خلال عدم اختيار الغذاء المناسب إليه فتبدأ لزوجة المياه اللازجة أو مياه الكريستالين تبدأ لزوجتها تقل وتبدأ ترابط ويبدأ ترابط الحموض الآمينية اللي هي 17 حمض تبدأ بترابطها بشكل عشوائي يعني بدل ما تكون من واحد إلى 17 تصير رقم واحد مع خمسة خمسة مع خمسة خمسة مع ثلاثة بتصير راندوم بشكل عشوائي عندما يكون الترابط بشكل عشوائي تأتي المياه الخلط الزجاجي إلى العدسة العدسة الوحيدة التي تأخذ غذاءه بطريق الرشح لا تأخذ غذاءه عن طريق الدم الجزء الوحيد في جسم الإنسان فقط يأخذ غذاءه عن طريق الرشح الامتصاص فلا تستطيع العدسة امتصاص هذا الغذاء الحموض الآمينية فتترسب وتتراكم على سطح العدسة الأمر يطول شرحه ولكن أنا أختزل دكتور علي أختزل هذه الأمور بشيء قدر ما استطعت تتركز أو تتوام تتموضع الحموض الآمينية على سطح العدسة لأن العدسة لا تستطيع امتصاص هذا الغذاء بشكل عشوائي فمع مرور الزمن تتراكب أولا بأول أول بأول أول بأول حتى تبدأ الضبابية في العدسة لا يستطيع الضوء المرور من خلال العدسة إلى أن يتكون العتامة النهائية وكلية ومن أنواع الكترك لها أنواع ممكن أن تكون فقط على سطح العدسة ممكن أن تكون العدسة بشكل كابسولة والتراكمات عليها من الأمام ومن الخلف أيضا حتى في الحجرة الخلفية للعدسة ممكن أن يحصل عليها تراكمات وهذا سبب من أسباب عدم نجاح العمل الجراحي لبعض الحالات من الكترك عليه الصلاة والسلام طيب إن شاء الله إخواني وأخواتي يمكنكم التواصل مباشرة مع الباحث محمد دعاس راح يكون راح يكون رقم تليفونه وموقعه موجود في التعليق الأول على هذا الفيديو فاللي بده يستفسر يسأل أي سؤال يتواصل مباشرة مع الباحث محمد وإن شاء الله نستفيد أحب أشكرك أخي محمد بارك الله فيك هياكم الله ونشكرا جدا على هذه المعلومات تحياتي لكم أهلا وسهلا دكتور وتحياتي لكل متابعيك لكل متابعيك أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصحة والعافية والشفاء من كل إداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أشكرا